بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل في هذه الحصة إن شاء الله لدينا اختبار الفصل الثالث في مادة التربية الإسلامية للسنة الخامسة ابتدائي سأترك لكم في صندوق الوصف رابط لتحميل النموذج تجدون أيضا في صندوق الوصف رابط لقائمة التشغيل الخاصة باختبارات الفصل الثالث لسنة الخامسة ابتدائي جميع المواد إن شاء الله إذن لدينا التمرين الأول طلب مننا اربط بين الكلمة ومعناها لدينا هنا الكلمات تؤثرون يخشى الأشقى يخاف الله تعالى العاصي لله تعالى تفضلون إذن ما معنى كلمة تؤثرون نقول هنا تؤثرون تفضلون يخشى يخاف الله تعالى الأشقى العاصي لله تعالى وطبعا هذه المفردات فيما يخص صورة الأعلى وتعرفنا عليها وطلبت من التلاميذ حفظ الكلمة ومعنىها معنى كل كلمة إذن حفظ أيضا صورة الأعلى إذن هذا فيما يخص التمرين الأول التمرين الثاني إذن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس مني إذن طلب مننا رقم واحد عرف الغش رقم اثنان من هو الغشاش إذن قلنا غش يعني خدع لدينا ليس مني ليس على الدين الذي جئت به والغش نقول هو إظهار محاسن الشيء وإخفاء عيوبه من هو الغشاش؟ إذن الغشاش هو كل من يلتجئ إلى طرق غير مشروعة كالخيانة والكذب والتصوير والتطفيف في الكيل والميزان لتحقيق أهدافه الشخصية على حساب الآخرين إذن هذا فيما يخص التمرين الثاني ما تنسوش الضغط على زر الإعجاب إذا أعجبكم ما قدمت والاشتراك في القناة ومشاركة رابط الحصة التمرين الآن الثالث سافر أحمد من وهران إلى البوليدة وفي طريق سفره مر بمسجد وأدرك ركعتين من صلاة العصر مع إمام المسجد السؤال هنا هل يجوز لأحمد أن يسلم مع الإمام؟ فيقصر صلى الصلاة لأنه مسافر أم يجب عليه أن يتم الصلاة لأنه صلى خلف مقيم؟ إذن قلنا يا أبطال الإسلام يرفع عننا الحرش ويسر لنا آداء العبادات في جميع أحوالنا حتى لا نتركها إذا كنت مثلا أو سافرت من مدينة إلى مدينة كانت المسافة هنا بين المدينتين أكثر من ثمانين كيلو متر هنا هل يجب أن أترك صلاتي؟ لا لدينا الجمع والقصر في الصلاة إذن هنا لدينا أحمد مسافر ولدينا الإمام مقيم يعني يقيم في البلد الذي يوجد فيه هذا المسجد مفهوم دخل على الجماعة الإمام يصلي بالجماعة هنا أحمد مسافر نعم هل سيقصر هنا الصلاة لأنه مسافر؟ صلاة العصر قلنا القصر هو آداء الصلاة الرباعية الظهر العصر العشاء ركعتين فقط بدلا من أربع ركعات سيصلي ركعتين؟ أم هنا يجب عليه أن يتم الصلاة؟ إذن هنا يجب عليه أن يتم الصلاة لأنه صلى خلفه مقيم يعني هنا رح يتبع الجماعة ويتبع الإمام مفهوم يا أبطال؟ إذن هذا فيما يخص التمرين الثالث نشوف الآن التمرين الرابع التمرين الرابع الآن فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في العام الثامن للهجرة لكنه لم يحج إلا في العام العاشر وقد تميزت حجته بخطبته التي ألقاها على جبل عرفة والتي سميت بخطبة حجة الوداع انطلاقا مما درست حر الفقرة تجيب فيها عن الأسئلة التالية لماذا سميت بحجة الوداع؟ ما هي أهم الوصاية التي أوصى بها رسول صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة؟ إذن نجيب عن السؤال الأول ثم نجيب عن السؤال الثاني وطلب من هنا كتابة فقرة إذن نقول سميت خطبة حجة الوداع بهذا الاسم لأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا مما قاله فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يودعهم وأنه اقترب أجله وأهم الوصاية التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة لدينا الحث على العدل والمساواة بين جميع البشر تحريم الاعتداء على النفس والمال والعرض بيانوا أن أساس المجتمع المسلم التوحيد وعبادة الله تعالى رسم طريق النجاة بالتمسك بالقرآن والسنة وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق بالنساء إذن أجبنا عن السؤال الأول أجبنا عن السؤال الثاني الآن التلميذ سيقوم بكتابة فقرة من خلال الجواب هنا عن السؤال الأول والسؤال الثاني إذن هذا فيما يخص حل التمرين الرابع متوقع يكون هكذا في اختبار الفصل الثالث كتابة فقرة أو تحرير فقرة هنا درس لدينا حجة الوداع أو اسماء ذات النطاقين أو لدينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذن هذا فيما يخص حصة اليوم دمتم السالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر